إنه داخل الموضوع جد جدا 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 وأنا شايف نغمة كده من التراشق والمقارنات والتفاخر مش حبيبها وهي نغمة سواء على السوشال ميديا أو إعلامية هنا أو هناك مفيش حاجة اسمها مين كعب عالي على مين ومفيش حاجة اسمها التاريخ الجغرافي في كرة القدم يبقى اللحظة اللي إحنا فيها مع السفارة من داخل أكثر جاهزية نفسيا بدنيا خططيا معنويا وفي نفس الوقت هيحصل له توفيق طيب هو الآن يقدر يلاعب الاتحاد يقدر يلاعب الاتحاد لأنه اللي يعب مع باين مينوخ كانت نتيجة متقاربة لعب مع أبطال الأمريكا اللاتينية فاز أحيانا وخسر بصعوبة أحيانا أخرى لعب مع ريال مدريد وكان حتى اللحظات الأخيرة ند قوي جدا يهدر الفرص والفرق جول تقدر بس أنت كمان في نفس الوقت اللي تعرف الاتحاد نازل بدوافع مختلفة انت سمتش الهلال خالص محدش يجيب سيرته ما إحنا شوقت نعلم فيه على بعض لهم يقولون كعب مين علي عليك ولا إحنا اللهم أصل الهلال انسوا ده ده مش هيفيدنا في المواجهة القادمة بين الأهلي والاتحاد لا حفيد الاتحاد خليني في جزئة محمد صلاح محمد صلاح